مساء الخير عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من غير بلتو كالعيدة نعمز أشكركم جدا أكتر من كل مرة بصراحة على ردود الأفعال اللي بتجيلنا ردود الأفعال حلوة قوي ويا رب نبضل دايما عند حصن ظنكم وعشان أنتوا سبب النجاح اللي احنا فيه لازم برضو نديكوا حقكوا فعشان كده احنا لسه مستمرين في المسابقات بتاعتنا سيب لي الحتة دي معلش ماشي لسه مستمرين في مسابقاتنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى انستجرام من غير بلتو بنقدم متابعات مجانية على أبليكيشن إن شايب وهدايا تانية كتير كل اللي متابع البيتجو هيعرفه كل اللي عليكم أنتوا هتعملوا سكان للQR اللي موجود تحت الشاشة بتنزلوا الأبليكيشن وكل واحد كسي بيدخل يحجز مع الدكتور اللي معي طبعا احنا بقالنا حلقتين ما بنتكلمش غيرا على أطفال فالناس بصراحة بعطوا لنا رسالة كتير قوية طب الكبار فين؟ طب احنا هنعمل ايه؟ فالنهاردة الحلقة مهمة جدا وماكس جدا بين الأطفال والكبار وكالعادة هتلاقيونا مختلفين في الرأي حقيقي عشان كده فكرنا في موضوع هو الموضوع بيسبب مشكلة كبيرة جدا عند الكبار والصغار والرجالة والستات عند كل الناس هو الموضوع بيأثر بشكل عام على الصحة على الوزن على المود ايه الموضوع؟ الغدة الغدة الدركية الغدة الدركية هو موضوع مهم جدا وإحنا ده اللي هنتكلم عليه النهاردة تمام موضوعنا النهاردة هيهم كل واحد عنده مشكلة في الغدة الدركية أهلا بيكم مرة تانية طبعا من المشهد اللي احنا شفناه ده مود مختلف هو عاوز كل حاجة عكسها ودي من أهم الحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة بس في البداية خلينا اسألك سويا انت ما بيجيلك حد يكشف عندك عاوز يزيد أو يقل في الوزن هل بتطلبي منه تحليل؟ مش دايماً يعني مش دايماً بطلب تحليل الحالة اللي أنا أشك أن فيها حاجة أو عندها مشكلة أو هي إلالي إن هي عندها هاستورييل الغدة أو كده بطلبي منها تحليل وبطلبي تحليل الغدة درقية ده أهم حاجة الغدة الدركية مهمة جدا طيب وده موضوعنا النهاردة موضوع النهاردة ليه علاقة بكل ما يمس الغدة الدرقية علشان في حاجات كتير مختلفة وأقويل كتير مختلفة كنا نحن مختلفين ده عندها المشكلة الستات أكتر كالعادة احنا مختلفين عشان كده هنتكلم النهار ده عن الغدة الدراقية وتأثيرها على الستات والرجالة وتغيير الموت بشكل عام وازاي بتأثر كمان على الوزن بشكل خاص بس خلي بالك ان دي حجة ان انتوا تقولوا على الستات بس والله ما حجة انت بس لمتهد الستات طيب يعني هنعد الحتة دي ونقول مثلا ان الفترة الأخيرة تعمل أبحاث كتيرة صح؟ طب الأبحاث دي قالت لنا ايه؟ الأبحاث دي قالت ان الموضوع بيأثر على الستات وبيأثر على الموت بتاعها بشكل كبير جدا حلو وقالت ان الستات بتتأثر او بيجي لها الغدة بنسبة عشر مرات للرجالة يعني لو كل عشر ستات جالها الغدة بيجي قدامها الراجل بصي هو حتى المرض واخدين في حقكو تقالت ومتالت هو انتوا اللي كابسين عليهو بتقولوا بيجي لنا اكتر حتى المرض انت عايزين تتلعوه متصرين فيه الأبحاث قالت فعلا ان الستات بيجي لها مرض الغدة الدرقية بنسبة عشر الواحد للرجالة يعني كل عشر ستات بيجي لهم اللي لغدة الدرقية بيجي الراجل قدامهم راجل طيب هو احنا خلينا الاول نبقى متفكين في حاجة أوكي مش مبدئيا فيه اختلاف عندي ان تكون اللي الغدة عندي عالية او تكون قليلة ده ليه اعراض وده ليه اعراض صح بصي مش كلها سلبية انت ليه واخدينة في حتة انه دايما لأ مش كلها سلبية لأ لأ بحادش قيل ان كلها سلبية بصي اللي كلنا متفقين عليه ان الموت بيتغير 180 درجة بسبب الغدة يعني لو الغدة بتاعتك مش مزبوطة واتيفر هي هي هايبو ولا هايبر انت الموت بتاعك بيبقى وحش جدا مختلف وبصدد عند الستات لان الستات بيكون عليها لود كبير جدا في الحياة عمتا في اليوم بتاعها بتشتغل او ما بتشتغلش فبيبقى عليها لود كبير فكمان لو عندها الغدة وما بتاخدش الدواء مزبوط او الغدة مش منتظمة معاها الموت بتاعها بيبقى سائق جدا ممكن تكسر الدنيا ده حقيقي ايوة انا هنا مش اختلف معاك هو فعلا تأثير الغدة مشكلتها عندنا ان هي بتأثر على الكبير والصغير بتأثر على الاطفال في بعض الاحيان فهي ملهاش سن معي اي نعم اوه ستات فعلا اكثر عرضة للاصابة بالغدة سواء ان هي تكون مش منتظمة معدلها عالي او معدلها اقل بس بتؤدي الايه بقى مشاكل زي ان هي تبقى دايما شيطة انا دايما هتخانق معاك بسبب ومن غير سبب انا عاوزة كل حاجة وعكسها ده حقيقة انا تخنت ده بسبب ايه طب انا خسيت لا لا ده حقيقة لان الغدة اكتر حاجة بتأثر عليها هي الوزن ده اول حقيقة يعني بعد ما بتأثر على المود وبتغير المود بتاعك بتأثر على الوزن فالست اول ما بتلاقي نفسها ان هي تخنت شكلها تغير في يوم وليل لو هي ما بتاكلش يعني هي ما بتعملش اي حاجة عشان تدخن ده حقيقة اول ما بتدخن مودها بتغير عشان بس نتكلم كلامنا وتبهد للدنيا خلينا نوجه كلام صح مش بنسبة 100% يعني مش كل مصابين الغدة بنسبة 99% كل مصابين الغدة بيتأثر جسمهم وبيزيد لو هم عندهم لو الغدة عندهم خملة حلو قلنا صح صح بس مش بشكل عام عشان برضو نبقى بنقول معلومات صح مش بشكل عام لا بس النسبة كبيرة بنسبة كبيرة بتتأثر بس في حالات ما بتتأثرش شوية وفي حالات برضو بتبقى الغدة عندها نشطة أو ما بتخسش قوي بالزبط صح بس ما بتتأثرش ايه يعني هي لو ما تأثرش في وزنها بتتأثر في الموت بتاعها ده أكيد صح صح هو ليه تأثير بشكل عام على الصحة العامة أو دي حقيقة انا شايف ان احنا تكلمنا كتير واختلافنا كتير وكالعادة مختلفين كالعادة طيب نجيب حد يبصل بقى احنا نجيب حد يبصل ما بيننا فعلا لان احنا مش هنبطل خناق ومش هنبطل اختلاف فاحنا يا جماعة خلاص انا مبقيتش قادرة تخاني معا اكتر من كده فاحنا نجيب حد يبصل ما بيننا نجيب نجيب حد احنا هنطلع دلوقتي فاصل ونستقبل اول ديوفنا ما تروحوش بعيد فاصل ورجعلكو على طول وكالعادة احنا على طول مختلفين انا ودكتور عبدالله في اي حاجة فاحنا كان لازم نجيب حد يبصل ما بيننا صح هو عمتا موضوع الغدة في اختلافات كتيرة جدا مش بيننا احنا الاتنين بس لكن في اقويل كتيرة وفي ناس كتيرة جدا يعني واخنا بنتناش في الموضوع اكتشفنا ان في ناس كتيرة جدا اصلا هي بتروح لاماكن غلط فبتالب تتشخص غلط فما بتوصلش لنتيجة بالضبط احنا عشان كده قررنا ان احنا نستضيف دكتور اسلامي الشواف استشاري امراض البطن والسكر عشان يفيدنا اكتر ونعرف اكتر عن الغدة الدراقية ننور يا دكتور احنا مساءنا بيكم بجد والله ننورنا احنا كان عادة بنتخاني احنا بنتخاني فقلنا حضرتك تدينا بقى ايه الخبر اليقين ان شاء الله مع بك اول حاجة احنا عاوزين نعرف الغدة الدراقية تمام وظفتها ايه في الجسم طيب الغدة الدراقية من اهم افرازاتها هرمون الثيروكسين ده نقدر نقول ده اللي بيدي الطاقة او اشارة البدء في الجسم للعمليات الحيوية للميتابولزم بتاعتنا تمام فبالتالي عشان يعني نلخص بس جزء نبير قوي من الكلام اللي هيتقال قلة افراز الهرمون او الكسل معناها شخص تقيبا شغال على زي موبايل كده شغال بلو بروفايل والعكس بالعكس زيادة الافراز يعني واحد شغال بنسميه كده بلو دي كيقولك فولتو عالي يعني شغالة كل اه بالزبط ده ده بتترجم لطاقة في الجسم يعني انا عندي طاقة زيادة ولا ترجمتها العمليات حيوية داخل الجسم عمليات حيوية زيادة مثلا ضربات قلب سريعة اه الاعصاب شغالة بزيادة ممكن ساعت عنده رعشة غير مبررة وهي كزا يعني الغدة الدراقية للدراجات دي متحكمة في كل حاجة في الجسم زي ما قلت حالك هي مصدر الطاقة والنشاط في الجسم اوكي يعني لو فيها خمول هتأثر على الجسم كله ولو فيها نشاط برضو هتأثر على الجسم كله بالزبط طيب ايه اعراض ان يبقى عندي ارتفاع في الغدة الدراقية نشاط الغدة الدراقية او فارط النشاط بيبقى زي ما قلنا بقى اه لو بدأنا من الاول خالص ممكن عرق زيادة اوكي اه ممكن عين بتبرعش بتبرعش كتير تمام اه الضربات القلب تبقى سريعة والضغط ممكن يبقى عالي وساعة كيف نتشفها كده ده واحد جاي له الضغط فجأة نقيس نبدأ ندور نلاقي افراز زيادة دراقية يعني ده ممكن يكون سبب الضغط هو افراز زيادة للغدة ايوة او ضربات قلب غير منتظمة او سريعة نيجي ندور نلاقي افراز جودة دراقية زيادة عن الحد في بعض الاحيان الزيادة او النشاط او الكسل بيسبب لخبطة في الضغط الشهرية للسيدات تمام او مشاكل في الحمل دي قصة تانية اه ممكن تلاقي زي ما قلنا الاعصاب بيقى فيه عصابية شديدة ده النشاط فقد وزن غير مبرر واحد لك انا بيقى كويس مش بيعمل ضايت ولا حاجة ومع كده وزني بينزل كتير اه عدم تحمل الحرارة خلال ناس كلها عادة والجو كويس انا حران انا مش طايق الهدوم انا مش طايق المكان سقعوا الجو شوية جماعة والناس كلها عادة جو كويس او عادين في تكييف ومع كده بارد شوية وهو برضو حران فده اللي هو زي ما نقول طاقة زي ده زي كنك بتقول طاقة زي او الجسم نشغل زيادة شوية ده نشاط الغده الدراقية ايه اصلا اللي يخلي يحصل نشاط للغده الدراقية خاني بس اكد عكي حاجة واحدة دايما مش تازم كل الاعراض تكون موجودة سواء في كسل او نشاط او في اي مرض في الطب لو المرض ده قرينا الاعراض بتاع طلقناها من واحد لعشرة ممكن واحد الاقي عنده العشرة اعراض زي كتاب ما بيقول واحد تاني الاقي عنده اعراض واحد ويصعب كل طاقة ما قلت الاعراض كل ما صعب التشخيص لانه بيبعادن عن صورة المرض شوية تمام ارجع للسؤال حريكا تفضلي ايه اللي يخلي الغده يحصلان نشاطي يعني انا حد سليم وماشي في حياتي عادي وعنديش اي مشاكل ايه اللي يخلي الغده لوحدها تبقى نشطة في امراض مناعية كده او كده في امراض مناعية بتسبب سواء النشاط او كسل في ساعات بعض الادوية تمام بنخلي بقى انا من موضوع الادوية اللي فيها كمية يود كتير يعني هي اللي الغده بتشتغل باليود اه تمام كان زمان بنشوف الناس اللي بتاخد يود قليل احنا ممكن يعني نبسط موضوع اليود ده اليود هو مادة في الاكل او مادة باية بتحط في الاكل دلوقتي خلاص بيتصنع منها من الغده الدرقية تمام كان زمان بنشوف كتير في الناس في المسلا في القرى او في الارياف في الجبال صبغة يود لقي اليود ناقص فالغد عادة بتكبر عشان تعود تكبر فالنقص رعبتهم كبيرة كبيرة دي كانت الغده الدرقية بعد كده لما اكتشف هزا الكلام بدأت الدول تحط اليود في مية الشرب وتحطه في الاكل في الملح بالزيت عشاني عادله الغد اكتر حاجة في الملح ممكن تحط في مية الشرب اكتر في لورين ايسا في الاسنان اه انما اليود بتحط اكتر في الملح وفي بعض الاكلات فبقى بيعادل هذا بقى نادر جدا ما نشوف الناس عندها نقص يود زيادة اليود قوي تعمل نشاط نقص اليود يعمل كسر طيب نرجع تاني ايه اللي يعمل نشاط تاني فزي ما قلنا سواء زيادة اليود وقلنا بعض الامراض المناعية وحاجة اسمها التهاب الغده ثيرودايتس ثيرودايتس ده يحصل ساعات مع بعض الفيروسات ومع الثيرودايتس قد يحدث الاثنين يا اما نشاط يا اما كسل والكسر ممكن يجي بعد بعض الفيروسات وكان من ناشارهم بادوي الكورونا كورونا شوفنا حالات كتير جدا كان في حالات كورونا كان في حالات كوفيد كان بيحصل لهم التهابات في الان Podcast طب دكتور حضرتك دلوقتي قلت ان نشاط الغده بيسبب اه ممكن نكتشف ان حد عنده ضغط فبالتالي بسبب الغدة او ضربات قلب زياد فهل هنا انا لو عالجت له الغدة مش احتاج بقى الحاجات خلاص هي اتزبطت ممكن جدا اه في الطب ده ان بيقع عندنا حاجات او اغلب التأثير صح زي ما حضرتكوا عارفين يعني هو خلاص هو اتوجد كده يعني هو النتيجة ثانوية لشيء اخر ففي العادة لما عالج الشيء الاساسي او السبب الاساسي بيزول السبب الثانوي في العادة ده اللي بيحصل اصلا الغدة بتتعالج يعني احنا كلنا عارفين او معظم الناس عارفة ان الغدة ما بتتعالجش انت ماشي على الغدة فانت ماشي على الدواء بتاعها اللي ما بيتشلش ده لعمر كله نفرق بين الكسل والنشاط الكسل في العادة بحتاج احنا مش بنعالج بقى بندي اللي هو هو علاج تكميلي انا هي الغدة المفوض تفرس كمية هرمون بتفرس كمية اقل فانا بدي البيعي فبيعلاج هرموني تكميلي بديها بقية الهرمون طيب خلينا علما نفرق بينهم بس في ناس كتير روما بيجيلي العيادة بتبقى متلغبطة هو عندها خمول ولا نشاط كلهم ربطين التيس اتش عالي ولا التيس اتش قليل فالتيس اتش ما بيكون عالي ده بيكون ايه والتيس اتش ما بيكون قليل بيكون ايه التيس اتش هو عكس باقي التحاريل لما بيعلى يعني كسل بالزبط جد عشان نسل اقتل موضوع فعلا لما ينقص يبقى نشاط والاسف هزي المعلومة عشان بتلغبط بتلغبط نفس وبتلغبط بعض الاطباء اللي غير متخصصين صح فعشان كزا ما حاليك قدفل مقدمة بيجينا في العادة الحالة بعد ما تكون لفت هنا وهنا 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 ويجي لي بملف قد كده وتحلي قد كده وشعة قد كده اقول له ليه كل ده احنا كان ممكن من الاول خالص الموضوع كان ابسط من كده كان ابسط يعني التيس اتش ما بيكون عالي ده بيبقى فيه خمول في المدر في العادة بنسبة كبيرة جدا 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 اوكي وما بيكون قليل بيبقى فينا نشاط اوكي بتتعالج بقى نرجع نقول بقى الكسل في العادة حسب بعض السبب اولا ولكن في العادة الكسل طالما وصلنا لمرحلة احتياجنا الى العلاج في العادة لا امش هتتعالج احنا بناخد علاج تعويضي او تكميلي اوكي اما النشاط فممكن جدا يتعالج بنعمل ايه بناخد ادو اللي هي اللي بتهبط الافراز وساعات كتير قوي لو كانت مثلا ثايروديتس الاتهاب الغداء ساعات جدا بعد فترة الاتهاب بيقل وخلاص القصة دي بتروح اوكي يعني ممكن يتعالج اه من ضمن العلاجات ده علاج دوائي اه في علاج جراحي وفي علاج بليود ام تمام ففي اكتر منه علاج يعني الجراحي لو حد تشيل جزء من الغداء لو فيها التهاب مسلا وتشيل جزء من الغداء لو فيها نشاط زائد كان نتيجة مسلا ساعة بتيجي سيكريتر يونديولي بمعنى ايه بيجي عقدة في الغداء في الغداء تفرز هرمون زائد فلو شلتها خلاص بقيت الغداء شغالة كويس بتبقى تمام اوكي طعم دكتور احنا دلوقتي كنا بنتكلم في نقطة انا جاي لي مريض غداء هو جاي عامل حسابه ان انا العلاج بتاعي ده انا مستمر عليه دايما ودايما هيأثر على جسمي هيأثر على الوزن هيأثر على المود هيأثر على ايه لو انا حملت فاحنا عاوزين نفصل في الحتة دي هل مريض الغداء سواء ان هي نشاط او خمول ده بيأثر في كل الحالات يعني بتأثر على الحامل وعلى الوزن وعلى المود طول ما هي مش مزبوطة تأثر طول ما هي مزبوطة ما تأثرش لو انا زبطها مش هتطر اخد علاج تاني لا ما هو مزبوطة سواء بعلاج او بغير علاج انا اتفق في الطب كلمة مزبوطة ما اقول ضغط مزبوط سكر مزبوط هو مزبوط ازاي سيبه زي ما هو زبطه بعلاج يبقى يفضل بعلاج تمام ان في ناس بتعمل ايه كالتالي انا خلاص انا سكرت زبط انا ضغط الضغط مزبوط هوقف ده النقطة دي مهمة لأ هما كفتين ميزان يا جماعة هذا العلاج مقابل هذا المرض قد بعض يبقى شايلين بعض يبقى لو شلت كفة منهم الكفة التانية هتطب فرجاء المزبوط بعلاج يستمر علاج خدت قرار عايز توقف لأي سبب كان استشيط طبيبك تمام ما توقفش من نفسك رجاء ان دي ساعات بتاع مشاكل اكتر من المرض نفسه هو دي نقطة مهمة فعلا يعني بيجي لنا ناس ساعات في العيادة طبعا احنا عشان لدينا علاقة بالوزن زيادة او نقصان تخسيس او نحافة فبيكون يقول انا وقفت علاج الغد انا كنت باخد علاج الغد الغد بقت كوي ايسا فوقفتها فهو دي مش منطقية حتى لو قلنا انا في بعض الاحيان زي ما قلنا الالتهابات بالذات التهاب لو كان بوست فيرل او حاجة وخف ممكن تحصل ولكن لابد من المتابعة مع طبيب بلاش التوقيف المفاجئة او بلاش القرارات اللي هي الاحدية لازم ترجع للدكتور بتاعه بالضبط طيب احنا خلينا كان سبب اختلافنا في اول الحلقة ان الغد بتأثر على المود ولا لأ جدا اهو اهو الحمد لله في حالة النشاط وفي حالة الخمول الاتنين ياه شكرا يا دكتور الخمول عكس النشاط زي ما قلنا في الواحد الزي بدأ بحرارنا بيقى بردان قوي بيبقى كسلان قوي وبيخش في اكتئاب ساعات بتوصل الى اكتئاب دي بريش النشاط بيعمل واحد اللي هو ايه عاف اللي هو مش طائق نفسه عاف وكلام بتقولي صباح الخير لو بتقولي صباح الخير فبتوصل فعلا ان الحد بيبقى زي ما قلنا بيبقى لأ اه على طول مش قادر تلاقيه متنلفز على طول تلاقيه على طول فولتو عالي زي ما قلنا بمتاب البساطة يعني الغده الدرقية فعلا بتأثر على المود بشكل عام كتيب بتشخص كده على فكرة كتيب بتشخص كده لما نلاقي حد على طول متنلفز على طول كل حاجة تانشن اصلي احل الغده بعد ازاك اصلي يا دكتور الموضوع ده بيجي مع الستات فاحنا بنقول هرمونات لا انت احنا ما ستبتكروا يا الستات فالموضوع بالنسب لك هرمونات انا عندي سؤال تاني هو فيه اختبارات تانية نقدر نحدد بيها مشكلة الغده غير التحاليل اكتر تركيزا بيبقى الفري تي ثري والفري تي فور ان هما بتعاملوا في سؤالتين الفري تي ثري والتي فور اللي هما هرمونات الغده بيتعامل في سؤال توتل او كلي وفري اللي هو الحر دايما بنحب نوجه ان نحمل الحر وليس الكلي ان ده بيبقى اكتر دقة تاني حاجة بعد كده لما نحب ان نعرف سبب الاصابة ايه بنعمل تحيل اجساب المضادة للغده الدرقية ده تحليل بعضه من الاشعات ابسط اشع واقلهم او من غير ضرر خالص هي السنار موجات صوتية على الغده الدرقية عشان نشوف هل في حاجة بتفرز زيادة حجم الغده شكله ايه تكوين الغده شكله ايه ثم بعد كده الاشعه الاعلى شوية اللي هي المسح الزري وهو اسم قديم لاناستسمحك ايما تزري تتخض كان اسم قديم وكان زيما بيستعملوا يود مشاعة دلوقتي مواد مواد آمنة اللي بتستخدم التكنيشن بقى مادة امنة بتستخدم في هزا الكلام فبقاش زي زي ما نقول لك اللي يعمل يا جماعة اشع على الغده يقعد تلات يام ما يعوضش جنب اطفال جنب اطفال او ما يعوضش جنب حد اطفال ده لوحده ما عادش هزا الكلام الكلام ده قديم ده ممكن في علاج بيودة اني ساعتها فعلا لما حد عنده غده درقية نشطة جدا او لقد الله فيها اورام واحتاج ياخد علاج بيود بياخد جرعة كبيرة ده اللي بقوله ساعتها تعتزل الناس لمدة تمامية وربعين ساعة خصوصا لاطفال انما على قد اشعة المسح الزري اللي هو زي ما قلنا اسم قديم بقى اسمه تكنيشن سكان حتى بقاش اسمه بالظبط تتخد فعلا بالظبط فده احد وسائل التشخيص عشان نشوف برضه افراز الغده كمية الافراز في الغده قد ايه والابتيك بتاعها بتاخد اليود فعلا وبتعرف تستخدمه وبتكسفه وبتستعمله في تصنيع الهرمون ولا لأ طيب احنا من الاسئلة المهمة اللي جات لنا الستات الحامل اللي بتجي لنا العيادات اللي عندها غده اول سؤال بتسألهولي هو انا البيبي هيجيلي غده والاطفال عمتا اللي بتتولد عندها غده لو ما ميتها حتى ما عندهيش بيبقى ده من ايه طيب الجزء الاولاني من السؤال هل عشان هي حامل وعندها غده لازم ببيجيلي لغده الاجابة لا مش لازم ولو عندها غده من زمان او حد في العيلة عنده غده ممكن الطفل يجي لغدة لان فيه عامل وراسي في الجينات بتاعتنا. بس عامل وراسي ده مش مش حالا مش لواجهات للغدة دلوقتي فهالطفل يجي لغدة دلوقتي. مم. دي حاجة. ظبط الغدة وهو الغدة مهم جدا جدا في الحمل. خصوصا اول تلات شهور لان الفترة التلات شهور الاولينية لسه الطفل ما تكلقتش الغدة الدرقية بتاعته لما تصنع بعد. مم. فهو معتمد تماما على افراز الغدة الدرقية بتاع ممتو. اوكي. تمام? بيجيلوا عن طريق البلاسانتة بتاع عن طريق المشيمة. مم. فبالتالي في اول تلات شهور لازم الام تكون مزبطة غدتها كويس جدا. مم. لان ده اللي الطفل بيعتمد عليه. وهرمون الغدة الدرقية للبيبي مهم جدا فيه نمو الجهاز العصبي بالذات. كمان. نمو الجهاز العصبي. اه. عشان كده حتى في الاطفال اللي بيعنده تأخر في الدراسة شوية بيقول له برضو حل الغدة الدرقية. تمام. تأخر نمو. سواء نمو جسدي او عقلي. مم. من الحاجات مهمة جدا ساعتا ان احنا ندور على الغدة الدرقية. مم. وكتير جدا او ما بياخد هرمون الغدة ويبدأ يتضبط بتلاقي الطفل بقى طبيعي جدا. مم. اللي هو قولك انا بكلمه بيتمرة ما بيسمعنيش ما بيفهمنيش. ما بيسمعكش. مم. في الدراسة مستوى قليل قوي. فمجرد ما يبدأ يتعالي وياخده من الغدة بتلاقي طفلو طبيعي جدا. مم. تمام. ده حقيقة. طيب يعني الاطفال بقى اللي بتتولد عندها غدة درقية ومويتها ما عندهيش. جزء كبير منها بيبقى وراسي. لان مش لازم تكون الام نفسها باي حد من العيلة. مم. وبتقادي في الجينات. طب هو من البداية اصلا. هل اه لو الام عندها غدة او بتعاني من الغدة سواء خمول او نشاط ده لي علاقة بتأخير الحمل? اه. ده السؤال. لي علاقة. اه. لسه قلين من ضمن مشاكل الغدة سواء النشاط او كسل. بيعمل لخباطة في الدورة الشهرية للسيدات. وايضا مشاكل في الحمل ممكن يعمل عدم حمل. عدم حمل. طب بيعمل اه 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 اجهاض يعني. اه 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 ممكن. ممكن يعمل اجهاض. ممكن بالفعل. ممكن بالفعل. اوكي. طيب الوزن بقى. في نفس الصياق لسه كنا نادي. اه الوزن. هل برضو النشاط او خمول الغدة بيبقى لي علاقة وسيقة او ديركت يعني للوزن. ولا ممكن يكون سبب من الاسباب. جدا ليه علاقة ما هو هو احد الاسباب بس هو طبعا ليه علاقة مباشرة. مم. لان ازا قلنا دي اللي هي الهرمون الاساسي للطاقة والحرق. تمام. فبالتالي كتير جدا بنقولك انا ما بخسش. مم. لما يجي يعمل هرمون غدة غدة ممكن جدا يلاقي ان عنده كسل. مم. ومجرد او عنده غدة وريده بياخد علاج الجرعة مش مزبوطة قوي. لأ بنزبط الجرعة احسن شوية بيخس. وده على فاكرة في ناس بتعمل كده بس بطريقة خاطئة ان هما بيجوا عشان يخسسوا المريض او مش المريض بقى الشخص اللي قدامهم بيتدوروا هرمون غدة. ده غلط جدا. ده غلط. مم. لان ساعتها انا بقيت بدل شخص طبيعي. يعني اللي عاوز ازود الافرازات. فخليه. اخليها هاي بقى زيادة. في مقابل ان هو جهازه العصبي قاعد بستفز فيه. جهاز الدور الدموية قاعد بقرس عليها وبزود ضربات قلبي كل ده عشان نخسسه. مم. فطبعا دي احد الحاجات الخاطئة اللي بتستعمل في بعض مع بعض اه الممارسين للتخسيس او الرياضة. مم. طوان. الرياضة كمان. الرياضة. في الجيم مسلا. في الجيم او في غير الجيم. خلي بقى حالك ان هرمون الغودة الدلقية من الحاجات اللي بتعيم عليها خطوة مناشطات. في الملاحة. زي الجروس هرمون وزي زي. والانسولين. والانسولين. كل دي بتعتبر مناشطات. مناشطات. اختبارات الفحص مناشطات للعيبة. وما كمان ممكن يديه انسولين? في ممكن يديه انسولين. مم. والعيبة اللي عندها سكر في بعض الرياضات لازم يثبت ان هو مريض سكر ويعالج بالانسولين عشان ما يتاخدش عليه ان هو ما يتعطي الايقاف. صح. واي لعب في اي رياضة عنده مشكلة في الغودة وبياخد هرمون الغودة لازم يبقى التخريط الطبية ان هو مريض غودة علشان ما يتعطيش الايقاف. عشان بيقولش طبعا مش هنقول اسامي بس كان عندهم المشكلة دي. وكانهم بيتقدموا بالورقة ده وكان الناس تقولهم بياخدوا مناشطات. انا مريض غودة وبياخد دولة غودة. مم. بص يا دكتور هرم الموضوع مهم جدا بصراحة. اه. والغودة عامة بتأثرة معنا. بس في سؤال مهم قبل ما نختم فاكرتنا. في حد ممكن يبقى عنده خمول غودة وتتحول لنشاط? والعكس طبعا. العكس اكتر. من نشاط. العكس اكتر. ولكن بصفة عامة. الحالتين اشهر حاجة فيهم. ان انا اقدي علاج زائد عن الحد. عشان كده برضو العلاج بيحتاج المتابعة. لان في مرضى بكتب له علاج جاري وبحالة نشاط. المفروض بتديره دواء وببدأ اتابع الافراز. مم. وقال للجرعة تدري جيا او اسبتها. لا في ناس يعمل ايه? خلاص هو اخد الدواء وفوض الماشي عليه. يجي بعد سنتين تلاتة عنده العكس. اللي غودة تقلقت. انت عملت ايه? انا ماشي علاج زي ما هو. ايوة ثانية واحدة ما هو علاجي ده انا قلت لك هتابعك بعد شهر او اتنين او تلاتة. ايش بعد سنتين. ايش بعد سنتين. فبالتالي اي مرض مزمن هو مرض متغير وليس ثابت. يس على كده كل امرض ضغط سكر كل حاجة. اوكي. فالدواء اللي بدهولك النهاردة لو ما تبعتوش ممكن يعمل العكس. او ممكن يعمل مشاكل اخرى. مم. وإلا لو لم تكن هزين امرض متغيرة كنا كتبنا اي رشادة اي مريض وقوله اتفضل اشوفك بعد عشرين سنة. اه. انما هو. اقصد لو هو اصلا متغير كنا لقينا علاج نهائي. بالظبط. ينهيها في ساعة. بالظبط. في حقيقة. فعشان كده دايما مهم جدا المتابعة يا جماعة بعد اذنكو. طب. المتابعة. ما تاخدش الدواء خلاص كده. دكتور احنا احنا في دلوقتي مريض غدجي لنا. احنا عاوزين بس نوجه كده للناس اللي بيتفرجوا علينا. الخطوات اللي يغدوها عشان يوصلوا المشكلة هنا. يعني عاوزين النصايح اللي نوجهها له. عشان يعرف ان عنده. عشان عشان يتعالج صحة. وعشان يتعالج. تمام. اشهر الاعراض اللي تخلي واحد يشك. ام. بالنسبة نبدأ بالزيادة. تمام. تمام. فقد وزن غير مبرر. اه احساس بالعصبية الشديدة. عصبية مفرطة. احساس ان هو فيه بتيجي رعش على فترات. يقول لك مش قادر نمسك كوباية الماية. مش قادر نمسك المعلقة. تمام. اه في بعض احيان الجحوز العين. تمام. فده في النشاط جدا. اه في اه. فدي من اهم الاعراض. وزيادة الافراز. الكسل. اه. نوم زاد عن الحد. مجهود بقى قليل. لان كنت بقى مجهود يومي. بقى قليل. بقيتش قادر عامله. اه. وزني بيزيد بدون مبرر. اه. ببرد على طول. اللي بيسموها برادة. يقول لك عشان احنا قلنا السيدات اكتر يقول لك على طول بتبرد. تمام? اه. في الحالتين اللي عنده امراض مناعية اخرى. اه. لان هو احد مشاكل الغدرقية المناعة. احنا لسا قلنين احد المشاكل المناعة. والاكسام المضادة قد تسبب بعضها يسبب الكسر ويسبب الخمول. تمام? اه. فبالتالي اللي عنده مرض مناعي اخر قد يكون عنده ايضا مصاحب له المشاكل الغدرقية. اه. فاللي يحس بحاجة من دول يبدأ يتوجه ان هو دكتور غدد. اه اللي هو بنسمي اندوكراين. عشان يبدأ يشوف يحلل ويبدأ يفحص ازا كانت عنده وزير مشكلة املاق. الحوامل اللي بصفة عامة لازم يعنونهم من الغدرقية كده كده. ده جزء. اول ما اعرف انهم حامل. بالزبط خلاص انا هعمل تحليل بغض النظر باشتكي ولا باشتكيش. ام. عشان مش هستنى لما اشتكي يكون فات اكتر من شهر او حاجة ويبدأ يكون الطفل اتأثر. صح. نورتنا يا دكتور والله. اشكرا. يعني الحلقة مفيدة جدا واحنا نفسنا نقعد نتكلم ساعية. واهم حاجة من الدكتور في صفي. مو بيتغير مع الناس كلها. نورتنا دكتور اسلاميشة واه في استشار الامراض البطنية والسكر. حلقة ان شاء الله نشوف حضرتك في حلقة جديدة. ان شاء الله وتشكر جدا. هنطلع فاصل ونرجع لكم على طول. خليكم معيني. طبعا بما ان كل حاجة في حياتنا مربوطها بالوزن. فالغضة الدرقية بتأثر تأثير مباشر على الوزن. وطبعا ده دي ما فيهاش خناق بقى. ما اختلفناش. عشان كده كان لازم النهارده. يبقى معنا دكتور احمد الغريب. استشارة تغذية العلاجية عشان يفيدنا في الموضوع ده. نورنا يا دكتور. نورنا يا دكتور والله. ربنا يخليكم نوركم والله. اول حاجة بقى قبل ما نتكلم على الوزن بس عشان تفصل ما بيننا. الغضة بتأثر على الموت ولا لأ? بشكل او باخر اه بتأثر على الموت طبعا. لان هي اللي مسؤولة عن الثيرموجينيسيز. يعني هي اللي مسؤولة عن توليد الحرارة داخل الخلايا. واحنا عارفين كويس قوي ان احنا مدنا بتغير اصلا بتغير فصول. دي حقيقة. الخريف في بيجي عالنايس بجنينة. والشتة. والشتة. اه اه انا انا من الشخصيات اللي بتبقى دي موتيفيتد جدا في الشتة. بالنسبة لي بيخليني معارفش اشتغل كويس. سكون. لا البرد نفسه. احساس البرد نفسه بيمنعني بيحول ما بيني وما بيني ان انا اشتغل كويس. فاحنا متفقين بشكل او باخر. بشكل انديرك طبعا لازم تأثر عليهم. يعني حاجات كتيرة بتأثر. هم بيقولوا الغده. هم هرموناتهم عمتنا دكتور بتأثر علينا كلنا. دي حاجة يعني انا هتفق معاك فيها لوحدنا لكن. 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 لكن لازم بالوقت نقولهم هي. صع. ايان تفقنات ستات يعني. شوية نقدر ستات. ماشي. يعني احنا نخافة عن نفسينا ايو. صع. طب دكتور احنا كنا بنتكلم كده في الفكرة اللي فاتت وفي الانترو. على مشاكل الغده الدرقية. وجبناها من ناحية الميديكال والاعلاج. فاحنا عاوزين من حضرتك نستفيد في كل حاجة تخص التغذية. بالنسبة لمشاكل الغده. مبدئيا هل الغده بتأثر على الوزن? سواء بالزيادة او النقصان بشكل مباشر? على عكس ما هو معروف. الغده ما بتأثرش على زيادة الوزن. يعني دي مفاجئة. اه دي ممكن تكون حاجة صدمة بالنسبة لكم. اه لما بنيجي نشخص الغده انا بقول لهم ما تعتبروش بالذات الهايبوثيوروديزم او انخفاض افراز هرمون الغده الدرقية. بقول لهم ما تعتبروش ان عامل الوزن عامل في التشخيص مع ان الكتب بتقول كده. ليه? لان مين لي تسعين في المية او اكتر من تسعين في المية من الحالة اللي عندها هيبوثيوروديزم يبقى عندهم انسولين رزيستنس. فانا النهاردة ما جيش اقول اه زيادة الوزن بسبب الغده. وانا قريدي عندي مقاومة انسولين. كويس. طب ايه الاعراض اللي لما تشوفها تقول اه هي دي. اه امساك مزمن. بقاله فترة طويلة ما بيتعالجش بملينات ما بيتعالجش بادوية. مهما حاولنا نزبط فيه ما بيتزبطش. خمول ونوم غير عادي. مش العادي بتاعنا انا مكتاب شوية فانا شوية. فلا. الحد ده على طول هيبوتونيك على طول مش قادر يعمل اي حاجة. في علامات مميزة بنقدر نقول منها برضو زي الكولد انتوليرانس. يعني انا النهاردة اعيان الغضة الدرقية ده مش زي اي بنوتة بتيجي في الشيطة بتبرد شوية واطرافت. لا بيبقى بردان جدا. جدا. وعلى العكس الهايبرثيردزم. نصر. اه. فاحنا النهاردة لما بنيجي نشخص انا بستبد العامل بتاع الوزن ده تماما. لان الغضة مش مسؤولة. الغضة الدرقية عشان بس الناس تبقى فاهمة. لا عن حرق الاكل ولا عن حرق الدهوم. هي مسؤولة عن الثيرموجينسز او تزبيت درجة الحرارة في الجسم. ده دي معلومة مفاجأة. يعني معظم الناس بتفكر ان الغضة عندها خمول يبقى هيها تدخن والغضة عندها نشطة. لا. وهو مش معظم الناس. كل الناس. يعني احنا مراجعنا الطبية كمان. هي المراجع بقول كده. اه. اللي دي علامة من ضمن العلامات اللي بنشخص بيها. لكن لما جينا النهاردة اتطورنا عرفنا ان العلامة دي مرتبطة بحاجة تانية. مرتبطة بحاجات تانية. طيب الاكل بيفرق? يعني انا حضرتك لو جاي لك حد عنده خمول او حد عنده نشاط. نظام الدايت او نظام الاكل اللي بياخده بيفرق? طبعا بيفرق. احنا النهاردة بنقول ان احتمال كبير قوي. يطلع فيه علاقة وطيدة. بين الانسولين رزيستنس. وبين الغد. وبين الهايبوثيروتسما. الهايبوثيروتسما. خلينا نبقى منصفين. تمام? يعني بين خمول الغده ومقاومة الانسولين. تمام. وقنان عليه يبقى الاكل بيفرق وبيفرق وبيفرق وبيفرق. اوكي. بس خلينا نقول الاول. ازاي اصلا اه نشخص مريض الغده. وامتى نبدأ نديله ده وامتى. لا ما هي دي اكبر مشكالة عندنا. تمام. النهارده للأسف بقى فيه ده كاترة. بتكتب ادوية الغده. لا اسباب غير واضحة. يعني والله لا اصل التي اس اتش بتاعك تلاتة. فاحنا هناخد الالاج. بس تلاتة ده نورمال المفروض. نورمال. عشان بس انا عايزة اخليه واحد. لا. واحنا النهارده بنقول ان فيه كلينيكال هايبوثيروتسما وصب كلينيكال هايبوثيروتسما. يعني النهارده اصلا حتى الناس بره بتتعامل ازاي. يقولك حتى لو هو من خمسة العشرة. ومافيش اعراض. استنى ما تديش داوى. من خمسة العشرة. من خمسة العشرة. اللي هو المفروض ان هو اصلا جد د رقم الوقت. حالي جدا اه. يعني. وفي خملة شديدة. ما تديش داوى. طب اكتر من عشرة وما فيش أعراض تدي دواء يعني الزون بتاعت من 5 إلى 10 دي هتدي دواء هتدي دواء لو فيه أعراض طب لو انت مش لايه أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها من شوية ما تديش دواء وبنان عليه ما تستعجلش وتحكم بالتي اس اي اتش ودي ممكن يعني مسج موجهة أكتر لزميلنا الدكاتر شخصت الحالة ابدأ بقى ارجع يعني النهاردة مثلا في حالات كتير بنشوف التي اس اي اتش بتاعه بالزات حالات الانسون التي اس اتش بتاعها 8 وتسعة تستنى 6 أسابيع تزبط لها اكلها ما فيش أعراض انا بأكده هو يعني بديتش في علاج عشان الريدي ما فيش أعراض للغض تزبط لها اكلها 6 أسابيع ترجع تلاقي التي اس اتش زي الفل ما فيش أي مشاكل احنا حتى في معامل التحليل بنكتب يعني دايما فيه كومنت كده بتكده بتاعت تحليل تي اس اتش ان التحليل ده بيتأثر بسهولة وبيتغير بسهولة يعني المعامل بتقول هي بيكتبوها صح يعني احنا كده دكتور حضرتك وجهتنا لو انت جاي تشوف غضة لازم تشوف معها الانسولين ريزيستنس وممكن لو انت عليكت الانسولين ريزيستنس موضوع الغضة خلاص بالضبط لو انا لسه الموضوع جديد اه دي أوعدك بيه لو لسه الموضوع جديد ومفيش أعراض يعني لو التحليل بتاعت تيس اتش ان عرضة يقول ان الرقم عالي ومفيش أعراض عند العيان لا ما تبدأش في علاج اشوف مقاومة انسولين دي معلومة مهمة قوي حوالي ما فيش أعراض معنى كده دكتور هل فيه أطعمة معينة بالاسم بتأثر على الغدة اه يعني انا راجل المفروض بتاع تغذية بس انا بقولك انا ما بحبش برضو اه اريكممند حاجة بالطريقة دي ان جنرال حل ان جنرال كل ما هتجه للهيلثي لايف ستايل اللي هو هزود دهون صحية همنع دهون مصنعة همنع سكريات اللي هي السبب الأول والتاني والتالت والرابع والخامس للالتهابات هبدأ أمارس رياضة كل دي حاجات هتؤدي بي في الآخر لان انا الالتهابات تقل عندي وجسمي يبقى في شكل أحسن من جميع النواحي لكن سهل جدا ان انا اقولك النهاردة اه طبعا الاطعمة اللي بتحتوي على الحديد والايودين مهمة قوي عشان الفورميشن والاطعمة اللي بتحتوي على السيليم والزينك مهمة جدا علشان الاكتيفاشن هل الناس هتفهم اللي احنا هنقوله ده وهل الناس هتبقى عارفة وهل الناس هتبقى عارفة الفرق ما بين الفورميشن والاكتيفيشن الناس النهاردة عايزة يعني انا حيالا دلوقتي قبل ما دخل في حد من عنده حضراتكو عنده سنترال اوبيزتي رهيبه واضح ان فيه انسوان رزيستنس تمام فهو سألني ادكتور اعمل ايه انا بقى حاعد اقوله كل ده هتاخد مني كلمتين امنع سكر وفاكهة وافتكر ان فيه راجل طيب في يوم الايام قالك امنع سكر وفاكهة وادعين بس الناس عايزة البساطة مش عايزة التعقيد بكتور احنا بنكسر تبلهات بس تحضراتك جاين مهارفة تكسر والله لسه والله ما كسرت طب سؤال جالنا من ضمن الاسئلة انا ممكن يجيلي غدة بسبب اكل معين يعني انا ما عنديش غدة حد طبيعي جدا بيكون حاجة معينة زودت في اكل معين هو ده اثار لي على الغدة بشكل مباشر برضو لا كل حاجة بشكل غير مباشر هيبقالها سبب بس غير مباشر ده هتلاقيها برضو with multiple factors يعني من هنا ومن هنا ومن هنا ما يؤدي في الاخر which lead to فاهمها قصدي الى ان الالتهابات تزيد وبنال عليه بدأ يحصل مشاكل يعني النهارده كل الامراض المناعية عندنا بقت related ببعضها ونرجع في الاخر نقول طب احنا عايزين سبب يوحد ده في في الميدسن حاجات بقالها بقالنا سنين مش لقين لها تفسير طب النهارده كل ما نيجي نتكلم على حالات السيليك اللي هي الحالات اللي بقى عندها مشاكل مع الجلوتن بنقول ان هم عندهم هاشيموتو ثايروديتس وده نوع من انواع التهاب الغدة الضرقية المناعي اللي تنك ان في ناس كتير بقيت عارفها دلوقتي مفيش غالبا دلوقتي مفيش عيان هاشيموتو الا وهو عيان سيليك هل دي صدفة يا جماعة لا هتيجي تدور هتلاقي ان دا related لحاجة بنتكلم عنها بقالنا خمس سنين اسمها الاسكيبي جوت او ارتشاح الامعاء او تسريب الامعاء ومن وراها تلاقي برضو امراض منعية شبهها زي الصدفية زي الفايبرومالجيا كل الحاجات امراض المنعية فعلا بقت كتير قوي ومعظمها بيقى مربوض هي related للتغذية بس عشان اجي اقولك النهارده خودي ده بس ومنعي ده بس ومنعي ده بس لا انا بدحك عليك انا كده بعمل فقرة علشان دكتور كسر كل حاجة دكتور حضرتك جالك دلوقتي مريض حضرتك اتأكدت ان هو عنده مشكلة في الغد فهل انا همشي على زي ما بقول لحضرتك نظام معين واكل معين عشان هتساعد ان الغد تتحسن ولا تتعالج علشان الغد تتحسن لو الريدي هو مريض كرونيكو بقاله سنين بياخد دواء وبياخد جراعات كبيرة 150 متين خصوصا المرضى اللي بدأوا ياخدوا الجراعات من بعد عمليات ازالة الجزء او توتل للغدى الدرقية ده لا ده ميه اللي هيفضل عيان طول عمره وياخد العلاج التعويدي لكن خصوصا بقى العيانين اللي بتلاقيهم بياخدوا جراعات قليلة من 25 ل50 ده فرص ان هو كان مشخص غلط من الاول اصلا كبيرة جدا يعني حركت من وجهة نظرك شايف ان الغدى بتتعالج برضو انت عايز تاخديني بحتة انا عايز اعرف بص الناس مقتنعة في العيادات الناس مضجلنا في العيادات ان الغدى ما بتتعالج شنة طول ما انا واخد الدواء فرص ان الناس اللي بتاخد جراعات بسيطة من 25 لحد 50 ده فرص ان هم اصلا يكونوا متشخصين غلط من الاول من الاول او ان هم يتعالجوا لو عايزة تتكسبلين ده بالشكل ده كبيرة جدا لكن الناس اللي بتاخد علاجات كبيرة وبتغيرها كل فترات لاننا النهاردة المفروض بتابع كل 6 اسابيع علشان لو عايز زود الجرعة شوية او اقلل الجرعة شوية حلو طب حضرتك قابلت حالات بتجيلك في العيادة كان عندها الغدة خاملة مثلا وقلبة ناشطة والعكس اه طبعا وعشان بس نتأكد من فكرة ان الغدة مش هي العامل الاهم في السيطرة على الوزن في حالات هايبرثيروديزم هايبرثيروديزم اللي هم الغدة عندهم افراط في انتاج هرمون الغدة الدرقية وبيبقى عندهم قبيزتي عادي بقى عندهم سمنة طب دي بقى المفروضات حصلت عشان انا كنت مختلف في النقطة ايوة بس المفروضة مش دول الطبيعي الطبيعي الناس اللي عندها خمول هي اللي بتزيد في الوزن تاني هنقول الطبيعي عشان انت بني على نظريت انه اصلا الوزن اللي علقة بالموضوع ايوة انت حي الوزن ما مش علقة بالموضوع في عامل في فاكتور وفي مين فاكتور دايما في المشاكل وفي الدياجنوزز لازم عينينا تبقى على مين فاكتور السايد فاكتورز دي او العامل الجانبية دي جنبيها لحد ما تعالجي المشكلة يعني احنا يا جماعة من الاخر الغدة دلوقتي مش بتأثر على الوزن بشكل مبشر يعني مش لازم حد عنده خمول يدخن ولا حد عنده نشاط يخس يا جماعة هيوة دكتورة اي عاية ودكتور احمد القالك اللي انا وليش دعني كلام دكتور احمد طب دكتور انا ممكن اكون شخص عادي وتناولي لحاجة معينة يسبب لي ان انا اصاب بالغدة يعني التعناول اطعمة معينة غير صحية وليا كم دهون زيادة بشكل مباشر لأ بشكل مباشر لأ يعني اذا قول فاصل ان الغدة اصابتها الاساسية بتكون من مرب مناعي لا الهاشموتو ثايروديتس نوع الغدة مشاكلها انواع تمام فيه نوع مناعي وفيه نوع بسبب زيادة الالتهابات زيادة الالتهابات دي بتأثر بشكل او باخر سواء على الفورميشن او الاكتيفيشن يعني يا اما اصلا افراز هرمون الغدة من الاول بقى قليل يا اما الاكتيفيشن او ان هو هيتحول من الغير نشط للنشط بقى قليل هرموناتنا نفسها بتعمل فينا كده يعني لما الكورتيزول يزيد جوا جسمك الكورتيزول لما يزيد لما تزعالي شوية اه لما لما اي ستريسفول كونديشن الكورتيزول يزيد جوا جسمي ما هو بيقلل الفورميشن وبيقلل الاكتيفيشن متفقين يبقى انا النهاردة لما ايجي واقولك ما ينفعش اقولك لو كالت ده بس هيجيلك غده او لو ما كلتش ده بس هيجيلك غده لا ده هو على بعضه لازم تعيش الحياة الصحية على بعضها بشكلها كل أكل صحي اه اتعلم أكتر إزاي تاكل أكل صحي لكن مش هاجي النهاردة قولك لو كالت دي مش هيجي لك غضة لو كالت دي هيجي لك غضة درشي طيب نفس البقى بين كامل كامسة تاتلر رجالة بيجي لهم الغضة دي حاجة في الهايبوتيرد طيب هل من الحاجات الشائعة لمرضى الغضاد إن هو الجوع المستمر يعني فيه كتير بيقولنا أنا دايما جعين لا تروح تبص على الإنسولين رزيستنس طب أنا نفسي مزدودة في الهايبرثيردزم أكتر شوية يعني فعلا في حالة النشاط اه في زيادة النشاط الستايت بتقل شوية بس لو هو قريدي عنده إنسولين رزيستنس فده فاكتور أقوى من تأثير الغضة الدرقية فهيبقى وبيزة عادي يعني أنا في كل الأحوال لو اكتشفت أن أنا عندي مقاومة إنسولين عشان هي فيها أقوال كتير قاومة الإنسولين من ضمن حاجتها أن هي تكون مصاحبة لمشكلة في الغد لا العكس يعني مقاومة الإنسولين بييجي بعدها بييجي بعدها تمام مترتب عليها لكن عادي جدا أنك تشوف حالات إنسولينزيستنس كتير ما عندهمش ما عندهمش إذن لو أنا في الحالة دي عليكت مقاومة الإنسولين سواء بالعلاج أو بالتغزية هل مشكلة الغد هتختفي؟ لو هي لسه مائلد لو هي لسه بسيطة لو هي أوريدي بدأت في علاج بسيط ولسه لا احتمالية إنها تختفي واحتمالية إنها تبطل علاج كبيرة جدا طب ده حلو جدا طب الحامل الحامل لما بتجيلك وهي عندها غدة أصلا وإجاية تمشي على نظام سحي نحن كده دخلين في باكتج حامل غدة وعاوزة تغزية عندها كل حاجة بعض دكاترة النساء بيبقى لهم ريكمنديشنز زي ما كلمنا في الأول إنه هو أنت لازم التساتس عندك يوصل لرقم معين علشان فرصك أصلا في الإنجاب تزيد أنا ما عنديش للموضوع ده ما عنديش أي تفسير علمي أو منطقل ده جايز يكون هما عندهم حاجة أنا ما عرفهاش برضو ده شغلهم أدرى بيه لكن مين لي إحنا مع الحامل بنبصها ونحطها جنب الحيط أنت دخلت الحامل ونت بتاخدي التروسن حتها غلط أنت دخلت الحامل ونت بتاخدي دواء الغدة هنكمل على دواء الغدة طيب بيكلوا عادي إلا لو في حاجة تخلينا نوقف ده يعني هي أنا النهاردة في حاجة اسمها ثايروتوكسكوز يعني أنا النهاردة باخد جرعة باخد جرعة زيادة من الإلتروكسن أو جسمي بيفرز جرعة زيادة منه فممكن تعمل لي التسمم وده توجيه مهم جدا للناس اللي هي بتاخدها وبتزوب من نفسها أن الجرعة الزيادة زي ما دكتور أحمد قال ممكن تسبب لنا تسمم يعني لو في نصيحة بقى حلوة نطلع بيها المرضى الغدة الدرقية قبل النصيحة الأطفال الأطفال أنا عندي طفل مصاب لغدة بيبقى لي نظام مختلف وهل أمشي معاه بسياسة مختلفة دكتور أحمد قيل أن الوزن ملوش علاقة بالغدة فهو هيكون عادي أنا هنا بتكلم الأطفال الأطفال بتاعتهم أكبر في أن هم يقدروا يعملوا لايفستايل موديفكيشن بسهولة يعني أنا لما بيجي لطفل سهل جدا أنه هو لو منع سكر بس حياته تتغير لكن صعب جدا مع حد بالغ أنه لو منع سكر بس حياته تتغير آه حياته هيحس فيها بساين أوف امبروفمنت يعني بعلامات تقول أنه هو بيتحسن لكن الطفل مسته أن الأوبرتيونيتز عنده عالية ليه هرمون النمو عنده بتفرز 30 ضعف كمية هرمون النمو اللي بتفرز عندي وعند حضرتك وحضرتك فوانس إن أنا أديت فرصة لهرمون النمو أو الجروث هرمون إنه يشتغل حياته بتتغير فلو في حاجة هنطلع بيها هو مريض غضة درخية زي وزي الكبير زي وزي الصغير بس فرصه في إن حياته تتغير بشكل عام بتبقى أكبر من العدل دكتور أحمد الغريب كسر كل قواعد اللي إحنا كنا كل حاجة بسرعة دكتور أحمد تغير كل حاجة حدش يجيلي العيادة بعد كده يقول لي أنا الغدة خاملة فأنا عشان كده بزيد في الوزن حدش يجي يقول لي الغدة نشطة فأنا برضو بخس من غير أي حاجة دكتور أحمد تقصر كل حاجة عايزين بقى تطلبي منه نصيح نصيحة احنا عايزين نصيحة للناس اللي عندها غدة أول حاجة يحاول يعملوا تغيير في شكل حياتهم من الله الصحي للصحي على قد ما يقدر بمنع سكر أو تقليل السكر ده رقم لا ما فيش حاجة اسمها تقليل منع أنا بقى في دي شارس ما بعرفش دي ما بعرفش هزر بس طبعا إنك ما يجيش حد يقول لي لا أنا ما عرفتش أمنع في هاكل كتير لا يعني لو قدرت تقلل ما قدرتش بس من الركومنديشن بتاعنا امنع تمام تاني حاجة يحاولوا لو هو قريدي دي النقطة اللي كنت عايز تكلم فيها من شوية لو أنت مريض غدة خد بالك قوي من العلامات دي لو أنت النهاردة على جرعة وبدأت تحس منك زمتان يعني حران ضربات قلبك سريعة توجه للدكتورك علشان غالبا هو هيحتاج يغير لك في الجرعة دي ولو أنت على جرعة وبدأ يجي لك امساك بزيادة وبدأت تنام كتير بزيادة وبدأت تحس بالبرد بزيادة برضو توجه علشان يراجع معاك برعتك نورتنا يا دكتور بجد واستفدنا من حضرتك جدا الله يشلوك هستنى أعرف رأيكم على البيتج بتاعتنا مين اللي معايا في فريق بتاعي ومين مع دكتور عبدالله مين اللي شايف أن فعلا الغضة الدراقية بتأثر على المودة لا لا دكتور أحمد الغريب ودكتور إسلام فاصلوا في الموضوع ده بنا والحمد لله خلاصهم معايا في رأيي فهستنىكم نشوف مين اللي هيدخل فريقي ومين فريق دكتور عبدالله عشان نكسبه متابعات أونلاين مع أبليكيشن إنشيب ويا رب كنوا استفدتم الحلقة وعرفتم معلمات جديدة